جاء في القرآن أن من صفات المؤمنين التواصي بفلاث الحق والصبر والمرحمة قال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فالحق هو الإسلام الذي أنزله الله تعالى دون هوى أو تزيف والصبر أن نتحمل لله وبالله فلا نجزع من العمل بالحق أو الدعوة إليه وإن قل الناصر والمعين وقال تعالى ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة والمرحمة أن نتراحم فيما بيننا فيرحم بعضنا بعضا بأن يكون بعضنا لبعض دواء لا شدة ولا بلاء